بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله رح نقوم بحل فرض مقترح بالنسبة للسنة الثانية متوسط للفرض الثاني إذن رح نبدأ بقراءة النص النص هو عبارة عن دايلوج حوار بين أمل بين أمل and passerby passerby معناها شخص معدي في الطريق يعني شخص فايت في الطريق هو passerby هل يمكنني أن أسألك سؤالا من فضلك يعني شخص مار في الطريق مرحبا أكيد بالطبع يعني يمكنك أن تسألني هل يمكنك أن تريني الطريق إلى مركز الشرطة من فضلك passerby it is not far from here إنه ليس بعيدا من هنا you go straight on Oxford street you go straight on يعني تمشينا مباشرة في Oxford street أوكي يعني في خط مستقيم you go straight then you turn right you turn right تستديرينا على اليمين at the third corner في الزاوية الثالثة الكورنر هي الزاوية أمال great عظيم passerby the police station is behind the post office مركز الشرطة هو وراء مركز البريد يعني يعطاها تحديد المكان بالتفصيل أمال thank you very much sir شكرا جزيلا سيدي passerby you are welcome يعني عفوا نبدو بbreeding comprehension الأسئلة الخاصة بالنص activity one التمرين الأول I choose أختار the best title العنوان المناسب للنص الاختيار الأول هو in the street في الشارع الاختيار الثاني showing the way يعني شخص يشرح طريق الوصول إلى مكان ما in the supermarket في السوق إذن هنا وش رح نختاره رح نختاره showing the way النص عبارة عن شخص يوجه شخصا آخر إلى الطريقة المناسب هذه نسموها showing the way activity two التمرين الثاني I read the answer with true or false رح نقرأ ونجاوب صحيح أو خطأ أمال is asking the way to the policeman أمال تطلب من الشرطي policeman أن يرشدها إلى الطريق في النص أمال ما طلبتش من policeman طلبت من passerby يعني شخص كان مار في الطريق يعني رح نحطه false she wants to go to the hospital أرادت أن تذهب إلى المستشفى نرجع للنص can you show me the way to the police station أرادت أن تذهب إلى مركز الشرطة يعني هنا false أمال عليها أن تدور إلى اليمين عند الزاوية الثالثة يعني في الزاوية الثالثة من الشارع عليها أن تدور على اليمين then you turn right at the third corner يعني true the police station is next to the post office the police station is behind the post office يعني police station وراء la post هنا قالونا police station مركز الشرطة is next to بجانب la post false activity 3 I find in the text the opposite of the words below رح نجبد من نص عكس الكلمات التالية عندي near near معنىها قريب عكسها هو far بعيد left معنىها يسار عكسها هو right يمين الآن كمنا مع أسئلة النص رح ننتقلوا للمستري of language أسئلة القواعد activity 1 what do the signs mean هنا عندنا three signs ثلاثة إشارات مرور رح نكتب تحت كل إشارة المعنى تحا هنا أعطونا turn left استدر إلى اليسار go straight يعني امشي في الطريق المستقيم turn right استدر على اليمين الإشارة الأولى لدينا خط مستقيم يعني go straight هنا عندي استدر إلى اليسار turn هي استدر left هو اليسار هنا عندي turn right استدر إلى اليمين نروح activity 2 I match I match معناها أربط the amenities هما الأماكن with the correct picture مع الصورة الصحيحة عندي bank الذي هو البنك عندي zoo حديقة الحيوانات عندي school وهي المدرسة وعندي police station وهو مركز الشرطة يعني أول حاجة سهلة هي police station لأنني عندي هنا policeman من أوكي عندي هنا شرطي نربطها مع police station zoo حديقة الحيوانات هذه بينة عندي هنا السياج هذا معناها هذا zoo حديقة حيوانات هنا عندي رمز النقود هذه معناها it's a bank وهنا عندي school عندي عالم هذا school المدرسة أوكي activity three وهو activity of pronunciation تمرين حول النطق I classify these words according to their sounds هنا عندنا كلمات تنتهي بالS الS هذه في آخر الكلمة تنطق بثلاث طرق مختلفة أحيانا نطقها S أحيانا Z أحيانا Ease حسب الصوت اللي يجي قبلها إذا كان قبلها هادو الأصوات تنطق S إذا كان قبلها هادو تنطق Ease بقية الحرف كاملة تنطق Z number one stations Z لأن نقبلها N banks S لأن نقبلها الك glasses هنا قبلها double S هادو ما نشوفوش لها قبلها double S تنطق Ease schools Z لأنه قبلها L أوكي الوضعية الإدماجية هنا عندي حوار بينك أنت me يعني أنا وبين passerby يعني شخص مار في الطريق رح تسأله على the way الطريق to the hospital كيف تصل إلى المستشفى يعني رح تكمل الحوار أنت كيف تسأل وال passerby كيف يريك الطريق أوكي نبدو ب me أنا كيفاش رح نسأل على الطريق hello مرحبا can you هل يمكنك can you show me the way to the hospital please هل يمكنك أن تريني الطريق إلى المستشفى من فضلك يعني هنا الحوار في فراغات رح نكملوهم يعني ممكن أنه الفراغ يكون في أي مكان التلميدي يحاول أنه يحفظ الصيغة هذه hello مرحبا لازم نبدو بالتحية can you show me the way هل يمكنك أن تريني الطريق to the hospital إلى وبعد هنا يسمي المكان please ما ننسوش من فضلك لازم نحطوها في آخر السؤال passerby الشخص المار في الطريق رح يوري لك الطريق إلى الهوسبيتل هنا رح يجاوبك أنت قلت له hello رح يقول لك good morning مثلا صباح والخير yes of course نعم بالطبع يعني بالطبع سوف أوريك الطريق الآن نروح نشوفوا الطريق للهوسبيتل هذا أنت وأكيد معاك الباسر باي يعني هنا رك تسأل على الطريق الطريق هي هكذا يعني نمشو مع العربي بن مهيدي ستريت ونظره لليسار نلقاه الهوسبيتل بجانب الكيميستس اللي هي الصيدلية يعني رح نقوله go along العربي بن مهيدي ستريت امشي على طول العربي بن مهيدي ستريت يعني هذه أول تعليمة go along العربي بن مهيدي ستريت هذا التمرين ره سهل جدا ولكن التلاميذ يخافوا منه كثيرا هو مجرد أن التلميذ يعرف يحفظ الكلمات اللي نوريه بها الطريق مثلا go along turn right turn left next to بجانب behind وراء مبعدي يقول لي كل شي سهل أوكي عندي go along العربي بن مهيدي ستريت يعني امشي مع طول العربي بن مهيدي ستريت ندير نقطة أوكي مبعدي وش رح نقول ثم استدر إلى اليسار then اللي هي الطمة turn left الآن وش نقول the hospital المستشفى is on your left المستشفى على يسارك the hospital is on your left المستشفى على يسارك next to the chemists بجانب الصيدرية أوكي me الآن الـ passerby وراء لك الطريق هنا وش رح تقول له thank you الآن هو كيفش يرد عليك you are welcome العفو ايضا هناك القوف فراغين في الاخير نقدر نحطوه فيهم مثلا have a nice day يعني اتمنى لك يوما سعيد passerby ايضا الشخص اللي ورلك الطريق رح يجاوبك have a nice day اوكي اذا هنا كنا وصلنا نهاية حل الفرض نتمنى انه شرح كان واضح وكان مفهوم اذا كان عندكم اي استفسار خلوا لي في التعليقات good luck and good bye bye